أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة عن الانتهاء من نشر نتائج المرحلة الثانية من عمل معجم الدوحة التاريخي للغة العربية وبهذا حسام يكون اكتمل نشر عشر قرون من تاريخ الكلمة العربية في المعجم بحصيلة من المداخل المعجمية تبلغ زهاء 200 ألف مدخل معجمي ويهدف المعجم إلى رصد ألفاظ اللغة العربية مقرونة بمعانيها وشواهدها وتواريخ استعمالها وإسماء مؤلفيها منذ ظهورها في النصوص حتى عصرنا الراهن ويأتي هذا الإعلان بعد مرور أربع سنوات على نشر المرحلة الأولى من المعجم في بوابة إلكترونية مع نهاية العام 2018 وللمزيد من التفاصيل نرحب معنا في الاستوديو بالدكتور عز الدين البوشيخ المدير التنفيذي لمشروع معجم الدوحة التاريخي صباح الخير وألف مبارك هذا الإنجاز الكبير دكتور صباح النور وأبورك فيكم يا هلا فيك إذن عام 2018 أنجزتم المرحلة الأولى والآن أنجزتم المرحلة الثانية وطبعا هذا النتاج يعني مناقشات وندوات مع خبراء ومتخصصين باللغة العربية والأدب وأصولها وأيضا متخصصين بمجال الحوسبة والتقنية الحديثة ماذا يمثل هذا الإنجاز بالنسبة لكم وبالنسبة للعرب عموما والعالم؟ يمثل في عبارة واحدة عشرة قرون من تاريخ الكلمة العربي وهذا النوع من الرصد لألفاظ اللغة العربية يبين عدة وجوه لهذه اللغة ولهذه الحضارة الوجه الأول من هذه الوجوه أنه يرصد التحولات التي وقعت في اللغة العربية على مدى هذا الزمن من الطاريخ متفاعلة بذلك مع حضارات أخرى سواء كانت هذه الحضارات قبل الإسلام أو بعد الإسلام أو في بناء الدولة أو أثناء الفتوحات الإسلامية إلى حدود نهاية القرن الخامس هذه الفترة الممتدة من أعمق التاريخ إلى حدود القرن الخامس الهجري تبين إلى أي مدى تطورت فيه اللغة العربية متفاعلة بذلك مع المتكلم بها من جهة ومع النهضة التي شهدتها هذه العربية مع محيطها والأحداث التي شهدتها الأمة العربية متفاعلة كما قلت مع محيطها وبالتالي تمثل هذه المرحلة رصد تطور الأدب العربي وفنونه المختلفة أيضا في سياق علوم كالفلك والفيزياء وغيرها وكأننا نتكلم عن مرحلة مهمة وبالتالي بماذا تختلف هذه المرحلة عن المرحلة الأولى؟ إذا كان المعجم رصد في المرحلة الأولى اللغة العربية في الأدب الجاهلي وشعره ونثره وخطبه وغير ذلك من فنونه ورصد التطور الذي حصل للغة العربية بمجيء الإسلام وما حدث بعد ذلك من تفاعل مع لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما لاحق ذلك من تطورات أخرى بنشوء علوم جديدة لم تكن من قبل فكعلم الكلام والفلسفة وظهور الفلسفة وفروع أخرى من العلوم فكالعلوم اللغوية من نحو وصرف وبلاغة ونقد وغير ذلك من العلوم وبالتالي مرحلة هامة جدا نعم والمعجم رصد كل هذه التطورات التي حصلت للغة العربية في هذا المحيط كما قلت وفي هذه البيئة في المرحلة الثانية كان هناك عصر التدوين وكانت هناك علوم أخرى ظهرت في هذه الفترة من علوم رياضية وفيزياء وكيمياء ورياضيات وفلك وطيب وفلسفة ومنطق وغير ذلك من مختلف العلوم كل هذا بالإضافة إلى ما شهده الأدب من تطور في فنونه المختلفة وما شهدت علوم اللغوية أيضا من تطور كل هذا جرى رصده في نصوصه وليس انطلاقا من المعاجم جرى رصده في نصوصه من أين تنطلق المدونة اللغوية لأخذ مصادرها؟ المدونة اللغوية تبنى انطلاقا من نصوص المرحلة فيجري أولا جمع نصوص المرحلة وجمعها وهيكلتها وتوسيمها ووضعها في مدونة قابلة للاسترجاع ثم استخراج الألفاظ لفظا لفظا ثم ربط كل لفظ بالصياقات التي ولد فيها وترتيب ذلك تاريخيا بعد التوتق من صحة النص ونسبته إلى مؤلفه وبعد ذلك يقوم الخبراء برصد ما حصل لهذه الألفاظ من تطور في المباني أو في المعاني أي في الألفاظ واشتقاقاتها وفي المعاني التي طرأت عليها عبر مسيرة الزمن طب دكتور ما هي أبرز المعويقات التي واجهتكم في إتمام إن كان المرحلة الأولى وإن كان الثانية والآن وأنتم أتممتم المرحلة الثانية تتحدثون عن انطلاق المرحلة الثالثة نعم أهم العقبات وهي توفير النصوص أي توفير المصادر التي تغطي هذه المرحلة خاصة المصادر العلمية ذلك لأن المصادر العلمية في هذه المرحلة لم يعنى بها العناية الكافية فالوصول إليها صعب ثم بعد ذلك الوصول إلى نصوصها إلى محتواها النص يعني المخطوطات الأدلة الأركيولوجية وهذا أعتقد أنه تحدي كبير المخطوطات استبعدت من مصادر المعجم لكن جرت تركيز أساسا على الكتب المصادر المطبوعة والأفضلية للمحقق منها نظرا للتتبت من صحة النص لأنك ستبني حكما على أن هذا اللفظ ظهر في هذه المرحلة بهذا المعنى وهذا أمر يحتاج إلى توطق علمي ولذلك فإن هذه المصادر الوصول إليها أولا كان تحديا والوصول إلى محتواها النصي تحدي آخر يجب رقا عدد كبير من المصادر وتوفير محتواها النصي لكي يتم إدخاله في المدونة ويتم استرجاعه والتحكم فيه بعمليات البحث المختلفة نعم دكتور لا شك بأن هذه العملية تحتاج عمل دقوب ومستمر وخبرة أيضا ومتخصصين في مجال علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأيضا باللغة العربية عموما وبالتاريخ وبالأصالة والأهم أنه يحتاج شغف يعني أن يكون الإنسان شغوف فعلا بلغة الضاد لنكون منصفين ونعطي أيضا مساحة لمن قاموا بهذا العمل حدثنا من يقوم بهذه الأعمال يقوم بهذه الأعمال تلة مختارة من خبراء اللغة والأدب والعلوم المختلفة التي نشأت في هذه الفترة بالإضافة إلى علماء التأثيل أستطيع مثلا أن أذكر أن خبراء اللغة يقومون بجرد الألفاظ وجرد معانيها لكن هناك أيضا خبراء المصطلح كل في مجاله يقوم باستخراج مصطلحات الفيزياء في مجاله مصطلحات الكيمياء في مجاله مصطلحات الفلسفة في مجاله مصطلحات المنطق مصطلحات الأدب مصطلحات النعو مصطلحات الصرف وهكذا دوليك فخبراء المصطلح يقومون أيضا بهذا انطلاقا من تخصصاتهم ومجالاتهم العلمية والمعرفية والفنية هناك أيضا خبراء التأثيل الذين يقومون بتتبع الألفاظ الأعجمية التي دخلت العربية وتفاعلت معها واستعملت في نصوصها وأيضا الألفاظ المتأتية من اليونانية خبراء اليونانية من الفارسية خبراء الفارسية وهكذا دولت الأرمية السوريانية وكثير من هناك أيضا الخبراء المتخصصون في الحوسبة الذين يهيئون الظروف أو البيئة الحاسوبية المناسبة للعمل وانطلاقا من منصة أنجزت أساسا وخصيصا للمعجم داخل المعجم أي بالفريق الحاسوبي الذي ينتمي إلى المعجم فهناك منصة حاسوبية وهناك مدونة وهناك قواعد بيانات وهناك عدد من الخدمات بالإضافة إلى البوابة التي ينشر فيها المعجم ومواد المعجم والتحديثات التي تطرأ عليه وأهم أظن ما في البوابة بالإضافة إلى ما تنتجه هو دعوة الجمهور للمشاركة في بناء المعجم يستطيع كل مهتم بالمعجم وبالعربية أن يشارك في بناء المعجم بإضافة معنى جديد فات المعجم أو لفظ جديد فات المعجم أو مصطلحا جديدا أو ما شبه ذلك لا شك دكتور المعجم يهدف إلى رصد ألفاظ اللغة العربية ومقارنتها بمعانيها وشواهد وتواريخ وأيضا أسماء من استعمل هذه المفردات إلى أي مدى يعتبر هذا المعجم أو هذا المشروع تجاوز فكرة المعجم لأن يكون موسوعة مفتوحة أمام العرب وغير العرب للاطلاع على كنز لغوي كبير صحيح هذا أهم وجه أظن لهذا المعجم ولهذا النوع من المعاجم بصفة عامة يعني الجديد الذي جاء به مقارنة بالمعاجم السابقة نعم يعتبر هذا المعجم على غرار المعاجم التاريخية للغات العالمية بصفة عامة قاعدة بيانة مهمة لا يقتصر دوره على تقديم اللفظ ومعناه كما هو جاري العمل به في المعاجم العامة وإنما يريد الشاهد والطاريخ الذي ولد فيه هذا اللفظ والمعاني التي تطورت مع هذا اللفظ في حياته ولاحقا سنرصد إلى أي مدى استعمل هذا اللفظ في النصوص اللغوية وهل مات أو لم يموت وهل أهمي أو لم يعمل لا شك ولا ريب بأي معلومة موجودة في هذا المعجم نعم يقدم قاعدة بيانة مهمة نعم إلى 150 مليون كلمة نعم المرحلة الثالثة ماذا تتضمن؟ إلى أين ستصلون؟ وهذا السؤال المهم والشغول نعم المرحلة الثالثة تمتد على مدى عشرة قرون أخرى نعم أي سنرصد بحول الله تعالى واقع عشرين قرنا من تاريخ اللغة العربية في المرحلة الثالثة ستتضخم المدونة بشكل كبير من أين إلى أين؟ من خمسمائة وواحد للهجرة إلى اليوم نعم وخاصة ما يتعلق بمدونة القرن العشرين ومدونة القرن التاسع عشر والمدونات الأخرى السابقة لها كل هذه الفترة تتضمن مدونة رصدنا المدونات العالمية فحصلنا على ما يقارب ثلاثة مليار كلمة في مدونة شاملة لهذه اللغة تنتقى منها مدونة نصية انتلاقا معدة مصادر مختارة للقيام بجرد الألفاظ والمعاني التي استجدت في هذه اللغة من خمسمائة وواحد إلى اليوم وبذلك سنحصل بحول الله تعالى على تاريخ كل كلمة انطلاقا من ظهورها أول مرة في النصوص أو النقوش إلى اليوم وإلى تحولها كيف تحولت؟ نعم ورصد هذا التحول وبعد ذلك سنرصد قوة استعمالها في النصوص في فترات معينة أو إهمالها أو إعادة ظهورها مرة أخرى وانتقالها ربما إلى علوم أخرى لتصبح مصطلحات في علوم مختلفة كما هو جاري به العمل في منطق اللغة جميل جدا وشيق شكرا نشكرك دكتور عز الدين البوشيخي المدير التنفيذي لمشروع معجم الدوحة التاريخي على كل ما تفضلت به وما أضعت حول هذا الإنجاز الكبير في تاريخ اللغة العربية بالتوفيق بإذن الله تعالى شكرا جزيلا وندعو الباحثين بمختلف تخصصاتهم إلى الإفادة من هذا المعجم والتفاعل معه لأنه موجه إليهم أساسا شكرا لك هم مدعوون شكرا نحن أيضا مدعوون نعم شكرا